فضيلة الشيخ أفقكم الله يقول في بعض المقابر يدفنون الموتى ويرفعون القبر إلى ما بين الشبرين إلى ثلاثة أشبار أو يزيد وعندما سألت بعضهم عن سبب ذلك قالوا إننا نتحسب حساب نزول المطر مستقبلا وأنه قد ينزل القبر فهل فعلهم هذا صحيح؟ لا أرشدهم بينهم إنه ما يرفع أكثر من شبر ما يرفع القبر أكثر من شبر ولا يزاد على ذلك إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة